الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسير المرسلين يبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأرحب بكم في المحاضرة الثالثة من الوحدة السابعة والتي تتكلم هذه الوحدة عن الخبر الملدود بأقسامه وأنواعه سواء الضعيف وما يتفرر عنه من أقسام أو بيان أسباب الرد للحديث من السقط في السند أو الطعم في الراوي وما يتعلق بما ينتج عن ذلك من أنواع علوم الحديث كنا بدأنا في المبحث الأول في المحاضرات الماضية بالحديث عن الحديث الضعيف واليوم سوف نتكلم في المبحث الثاني عن الملدود بسبب سقط من الإسنات فنقول المراد بالسقط من الإسنات هو انقطاع سلسلة الإسنات بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواه أو عن غير عمد وسواء كان هذا السقوط من أول السند أو من آخره أو من أثنائه وسواء كان هذا سقوطا ظاهرا أو سقوطا خفيا هذا هو المقصود بالسقط من الإسنات يعمق جميع هذه القضايا وجميع هذه الأنواع أنواع السقط يتنوع السقط من الإسنات بحسب ظهوره وخفائه إلى نوعين هما السقط الجلي والسقط الخفي سقط ظاهر أو جلي هكذا يسميه العلماء سقط جلي يعني ظاهر واضح وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث لسهولة إدراك يعني ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه إما لأنه لم يدرك عصره أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به وليست له منه إجازة ولا وجادة لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواه لأنه يتضمن بين مواليدهم وفياتهم ووقات طلبهم والتحالهم وغير ذلك إذن فقضية إدراك هذا السند ظاهرة وواضحة ويستطيعها كل أحد لأنه بتتبع مواليد العلماء وفياتهم وارتحالهم وما أشبه ذلك يمكنه أن يدرك هل تعاصر هؤلاء الرواه أم لم يتعاصروا وإذا كانوا أيضا تعاصروا هل يجتمعوا أم لا بوسائل متعددة ليس هذا بيان أمرها فإذا اكتشف من خلال مثل هذا التتبع أن هناك سقط في هذا الإسناد سواء كان كما ذكرنا في أوله أو في أثنائه أو في آخره فحينئذ هذا الذي يسمى سقط ظاهر هذا الذي يسمى سقط ظاهر وقد استلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد رواه الذين أسقطوا وهذه الأسماء هي المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع إذن الخلاصة أن السقط نوعان النوع الأول انتهينا منه هو السقط الجلي أو الظاهر ويتفرع منه الحديث المعلق، الحديث المرسل، الحديث المعضل، الحديث المنقطع النوع الثاني من السقط وهو السقط الخفي وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد وله تسميتان بمعنى يتفرع عنه نوعان من أنواع علوم الحديث وهما المدلس والمرسل الخفي فأصبح عندنا السقط في الإسناد على قسمين إما سقط ظاهر وجلي وهو أربعة أنواع وإما سقط خفي وهو نوعان فيصبح المجموع ستة من أنواع علوم الحديث ناتجة عن السقط في الإسناد الحقيقة أننا لا نستطيع أن نبحث ونتكلم عن جميع هذه الأنواع الستة ولكن سوف نقوم ببحث نوعين فقط من هذه الأنواع الستة على سبيل المثال نبدأ بالنوع الأول منها وهو المرسل فنعرفه فنقول المرسل لغة هو اسم مفعول من أرسلة مرسل وبفتح السين وبكسرها مرسل اسم فاعل المرسل عندنا هنا لا هو اسم مفعول بفتح السين بمعنى أطلق من أرسلة بمعنى أطلق فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف أما في الاصطلاح فاختلف في تعريفه وأرجح ما يقال في تعريفه أنه هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي أو يقال هو مرفوع التابعي صغيراً كان أو كبيراً هذا هو التعريف الاصطلاحي المسألة الثانية متعلقة بالمرسل وهي صورته صورته أن يقول التابعي سواء كان هذا التابعي صغيراً أو كبيراً أن يقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا وفعل بحضرته كذا وهذه هي صورة المرسل عند المحدثين وقد مر معنى تعريف التابعي وأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن هناك سقط فوق هذا التابعي مثال الحديث المرسل ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيع قال حدثني محمد بن رفع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة فسعيد من المسيب تابعي وهو من كبار التابعين تابعي كبير وروا هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط أسقط من إسناد هذا الحديث آخرة وهو من بعد التابع من بعد سيد المسيد وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ولو كنا نتيقن أن الساقط هو الصحابي لم أضر ذلك لأن الجهالة بالصحابي لا تضر ولكن الحديث صحيحا لكن يحتمل أن يكون قد سقط معه يعني مع الصحابي غيره كتابعي آخر مثلا ومثل هذا الاحتمال هو الذي جعلنا نسميه مرسلا ونسمه بالضعف المسألة الرابعة في الحديث المرسل وهي المرسل عند الفقهاء والأصليين ما مضى هو بيان المرسل عند المحدثين ما مضى بيانه هو المرسل عند المحدثين أي ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم أما المرسل عند الفقهاء والأصليين فأعموا من ذلك فهو عندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه وهذا هو أيضا مذهب الخطيب البغدادي وبناء عليه فلفظ الإلسال عند الوصولين والفقهاء يستخدمونه أعم من استخدام المحدثين فهم يطلقونه على كل انقطاع أي أن كان هذا ما تسر قوله في هذه المحاضرة والله أعلم صلى الله عليه بنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر